بسم الله الرحمن الرحيم. طلب طلبات الصف الثالث السنوي. في الفيديو ان شاء الله هنكمل grammar unit 10 او القواعد بتاعة الوحدة العشرة. اللي هو المباشر والغير مباشر. الدرس ده بيعتبر مشكلة لحد ما بالنسبة لبعض الطلاب. بس لو تفهم صح هيبقى سهل جدا وهتلاقي ان هو ولا كان مشكلة ولا حاجة. تعالوا بسم الله الرحيم كده نبدأ الدرس ونشوف ايه 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 وبساطة هناخد مثال ومن المثال ده هنفهم يعني ايه مباشر ويعني ايه غير مباشر. تعال اول نشوف يعني ايه كلام مباشر او دايريكت سبيتش. جانا بتسأل عمر بتقول له what did لارا ساي? يعني بتقول له لارا قالت ايه? فعمر قال لها هي قالت وبعد كده حطت اللي هي علامات التنصيص قالت ايه يبقى هو خدت كلام من على لسانها وقال لك هي قالت بعد كده مدام خدت الكلام من على لسان شخص لازم بحط علامتين التنصيص اللي هي الكوتيشم موركس علشان باخد نفس النص اللي قاله هي قالت اي ام هانجري يعني هي قالت ان انا جعانة ده كده مباشر طيب جميل قوي ان انا بنقلك الكلام اللي الشخص او الطرف التالت اللي بتسألني عنه اللي هو الطرف الغائب بنقله بالزبط زي ما هو تقال طيب ده جميل قوي ده مش موضوع احنا موضوعنا بقى في الانديريكت سبيتش ازاي الكلام بس بيكون كلام غير مباشر نفس المثال جانا بتسأل عمر بتقول what did lara say? لارا قالت ايه? فعمر قال لها she said that هي قالت ان she was hungry يبقى هي قالت ان هي كانت جعانة خلي بالكو بقى شفتوا هنا هنا ده كده انا حولت من direct speech to indirect speech يبقى انا حولت من المباشر لغير المباشر ازاي? ان انا هنا خدت الكلام بالزبط زي ما هي لارا قالته وحطيته بين quotation marks او علامات تنصيص قلت ايه هي she said بعد كده كومة I am hungry طيب لو انا بقى عايز احول الكلام المباشر لغير مباشر هقولك هي قالت ان هي كانت جعانة يبقى she said that she was hungry يبقى اول حاجة لازم نعرفها ان في الكلام لما نيجي نحول من direct ان احنا نشيل علامات التنصيص دي اول حاجة لازم نعرفها تاني حاجة نشيل الكومة ونحط مكانها زت ايه زت ديت يعني انا? قالت او قال انا طيب احنا كده اول حاجة عرفناها علشان نحول من direct speech to indirect speech ان احنا بنعمل جميل او بنعمل للكومة وبنحط مكانها زت شلت علامات تنصيص وشلت الكومة وحطيت زت وبعدين في حاجة تانية اسمها ان احنا بنعمل ترقية للزمن بالرأيي الزمن اللي هو فيه الفعل طيب هنشوف الكلام ده بالتفصيل اول حاجة هنبص مع بعض على او الجملة الخبرية ازاي نحول الجملة من direct لين direct اول حاجة عندنا لو انا عندي الفعل ال direct اللي هو يقول خلي بالكم لو هو يعني يقول الى بحوله بيبقى تل سيز تو بتبقى تلز سيد تو اللي هي الماضي بتبقى تلد خلي بالكم يبقى اي تو او الملاقي تو تتحول على طول الى تل او فيها اس تبقى تلز او ماضي تبقى تلد ده بالنسبة لو قال لي مثلا لو هنا بيقول لي ان شي هي سيز تو عمر مدام سيز تو يبقى هقول شي تلز جميل اوه اللي مشهور عندنا اللي هي لما تلاقي بقى سي او سيز او سيد ومن غير تو يعني لو او لقيت سي او سيز او سيد بس ما فيش تو بتتحول سي بتبقى سيزة مهية مدام ما فيش عندي تو و سيز سيز سيد سيد بس طبعا لازم بنحط كلمة بعدهم كلمة ذات سيد ذات قال انا يبقى احنا بنحذف الاقواس او اللي هي الكوتيشان ماركس والكومة وبنحط بنربط بكلمة ذات التي يمكن الاستغناء عنا ممكن ان هي ما تبقاش موجودة بس بيفضل نيتكم اولا بنغير الضمائر حسب المعنى وهنشوف ازاي يعني انا مثلا ما قلت لك هنا قلت لك شي سيد هي قالت طب هي قالت ان هي هي بدل اي انا عايز اقول لك هي قالت ان هي جاء انا يبقى شي سيد ذات شي هنحط هنا مكان اي هتحول الى شي وهنرأي الفعل ايه ترقية الفعل دي ترقية الفعل ان احنا بنطلع به درجة يعني لو هو عندي مضارع بطلع به درجة يبقى ماضي طبعا انا عندي مضارع بسيط هيبقى ماضي بسيط هنشوف الكلام ده بالتفصيل خلي بالكم اذا كان فعل القول مضارع بنغير الضمائر فقط خلي بالكم لو فعل القول مضارع بنغير الضمائر فقط ولا نغير الزمن الفعل ما بيترقاش يعني على المفروض عندي خطوتين الخطوة الاولى ان احنا بنبتدي نغير الضمائر دي مثلا اي بحط بنانا على اللي بيتكلم لو مثلا احمد يبقى احمد سيد ذات هي ان هو طيب جميل قوي وبعدين ببتدي ارأي الفعل مثلا بدل ام هتبقى واضح دي كده دي الحاجتين اللي المفروض بعملهم عشان حاول انه باشر غير مباشر طيب ده الكلام ده لو فعل القول اللي هو ده ده اسمه فعل القول لو هو عندي ماضي زي سيد طب لو فعل القول عندي مضارع لو قالك شي سيز هي بتقول لا ثانية واحدة مدام الفعل القول هنا مضارع يبقى انا كل اللي هغيره ايه اللي هغيره اللي هغيره بس الضمائر يعني بقدر الغي هتبقى هي او شي طب الله طب بالنسبة لترقية الفعل ازاي ما احنا قلنا نحب نرقي درجة بنطلع من مضارع الماضي لا هنا مش هنطلع به درجة طيب انا حاب ان احنا نشوف امثلة علشان نقدر نفهم اكتر لو بصينا في كتاب الوركبوك هنلاقي في سؤال بيقول لك ليلة سيز طبعا المباشر المباشر لازم هيجي عليه اسئلة اكتر من سؤال في المتاع ليلة سيز زات ليلة بتقول سيز اه ثانية واحدة هنا هنا فعل القول عندي اللي هو سي ده ده مضارع والله ماضي انا عارف ان الماضي بتاع سي اللي هي قول سيد يبقى ده كده ده مضارع سواء ان هو سي او سيز حطنا لها اس طالما ان هو مضارع يبقى احنا اللي هنغيره اللي هو الضمير بس والضمير هنا هو هو جاهز متغير طب بالنسبة للفعل اللي هحطه هنا هل هيبقى ماضي ولا هل هيبقى مضارع لا هيفضل مضارع يبقى ليلة سيز زات بتقول ان شي طيب هنا عندي واز لا مش هنحط ماضي ماينفعش هاد بن بادي ده ماضي ماينفعش هيتبقى عندنا مضارع از و از بيينج اقول از رادي ناو هي جاهزة دلوقتي تجو تو تشوبس ان هي تروح للمحلات او از بيينج رادي فيش حاجة اسمها از بيينج رادي لان از بيينج هنا ده في البسم في التحويل المبني المجهول يبقى انا الاختيار بتاعي هيبقى از باختصار انا مش هيسكوا تتوهمني كل ما في الامر ان انا عشان حول من المباشر لغير مباشر حاجتين بعمل ان انا بحول الضمائر بخليها مثلا على حسب الفاعل بدل اي هتبقى شي او هيب وبرق الفعل يعني ايه برق ايه بزوده درجة بدل ما هو مضارع بيبقى ماضي طيب ده في حال ان فعل القولة عندي هنا ماضي طيب لو فعل القولة عندي هنا مضارع كل هنعمله دوائر بس ما فيش ترقية ما فيش ترقية زي عندي المثال اللي احنا تشوفناه الدورة ده طيب خلي بالكواب لو فعل القول ماضي يعني هنا بدل قال لي ليلة سيز لقال لي ليلة سيد طالما عندي هنا السيد يبقى انا لازم ارقي الفعل اللي هيجي هنا هيكون في الماضي يبقى اكيد هيبقى was طيب لو انا عندي present simple مضارع بسيط هحوله ببساطة هيبقى ماضي بسيط يعني لو انا عندي مضارع بسيط اللي هو الفعل في المصدر او في اس بحوله ماضي بسيط بحط له ed او d او y ed لو انا عندي مضارع مستمر اللي هو m is r ing هيبقى ماضي مستمر was where ing عندي مضارع تام اللي هو has baby هيبقى past perfect او ماضي تام اللي هو had والbb لو انا عندي ماضي بسيط يعني لقيت الزمن في D الفعل اللي قدامي في E D يبقى هيتحول لماضي تام ايه ده برضه اه يعني سواء مضارع تام او ماضي بسيط ما الدرجة اللي اعلى من الماضي البسيط هي الماضي التام والدرجة اللي اعلى من المضارع التام ماضي تام برضه طيب لو انا عندي ماضي مستمر هيبقى ماضي تام بس مستمر يعني هاد وبن والآينجي طيب لو مضارع تام مستمر هيبقى ماضي تام برضو مستمر يبقى إذا لو أنا عندي هنا مستمر يبقى لازم الماضي برضو يكون مستمر خلي بالكم لأن احنا فيه عندنا أفعال نقصة زي كلمة will و shall و may و can't يتحولوا إزاي will الماضي بتاعها بتبقى would shall should may might و can't couldn't يبقى can هتبقى could و can't couldn't يعني لو هو نفي نفي أو لو هو إزبات إزبات may might و shall should will would يبقى can could طيب won't لو أنا عندي نفي يبقى won't دي لها النفي بتاع will هتبقى wouldn't ولو أنا عندي must هنا بجيب الربورتت بتاعها أو بتتحول بتبقى الماضي بتاعها had to كان يجب أن و must بتبقى برضو هنا خلي بالكم أنا عندي نقطتين هنا في must لو must جاية للضرورة يعني أقول لك مثلا you must study هنا تجاية للضرورة هتبقى you had to study طيب لو جاية ان انت بتتأكد للتأكد يعني جاية ان انت بتأكد من شيء هتبقى must have والتصريف التالت هنشوفها في التفصيل يعني في الأمثل هل أنا بحول الأفعال بس لا أنا مش بحول الأفعال بس برضو في بعض الكلمات بتبقى تباعا كده ممكن تبقى موجودة في آخر الجملة بتتحول هنشوفها بس أنا عايزة نشوف الأول مثال خلي بقلكوا ان احنا قلنا بنحول say بتبقى مثلا سيد بتبقى سيد ذات ممكن تحط مكان كلمة سيد ممكن تحط admitted admitted يعني طرف او complained اشتكى explained او reported اغبرة ونحط وراهم ذات خلينا في أشهر حاجة فاعل سيد ذات هي سيد ذات هو آلان وقلنا لو في عندي two بدل ما بقول سيد تو بتحول لتبقى told تعالي نشوف مثال علشان نقدر نفهم اكتر i have هنا بيقول لك ايه بين كوتشان اهو يعني ده على لسانه بيقول i have an english test next week يعني انا عندي امتحان في اللغة الانجليزية الاسبوع المقبل i have an english test هي سيد هو قال دي جملة كده direct دي جملة مباشرة عايزين نحولها الى جملة غير مباشرة او indirect speech هنحولها ازاي اول حاجة مين اللي بيتكلم هو يبقى هي طيب جميل او وهنا عندي كلمة سيد هل في تو عشان احاولها told مفيش يبقى هقول هي سيد ذات هو قال ان هي سيد ذات طيب هقول هو قال ان اي ولا هو قال ان هو يبقى هي سيد ذات هي يبقى ايه زن اول حاجة حولناها بنحاول الضمائر طبعا لل فعل يبقى هي سيد ذات هي نشوف الزمن عندنا هنا طبعا قلنا طالما فيه سيد ماضي يبقى لازم نرقي الفعل الفعل عندي هنا هاف طبعا ما حدش يقول لي ده مضارع تام او الكلام ده لا ده ده كده هاف هنا جاي بمعنى ان هو يمتلك او لديه فده مضارع بسيط مضارع بسيط لان الفعل هنا جاي مصدر طب انا اعرف ان ايه ده مضارع بسيط هاف دي مضارع بسيط او هاف ان هي مضارع تام ببساطة لو هي مضارع تام هتلاقي وراها هنا تصريف تالت يقول لك مثلا اي هاف استدد خلاص يبقى انا كده عرفت ان ده مضارع تام ركزوا بالحتة دي طيب لو هي مش اصلا مش فعل مساعد او ان هي اه مضارع تام ان هي بمعنى يمتلك يعني اعرف ازاي هتلاقي وراها اسم يبقى والله لو وراها اسم او وراها اكل او وراها حاجة بتتشرب او حاجة بيتم تناولها يبقى دي كده معناها لدي او مش معناها مضارع تام اي هاف ان انجليش تست انا لدي طب انا عايز احط هاف دي اللي هي المضارع البسيط عايز ا هرقيها هرقيها لايه قلنا ان المضارع البسيط بيطلع لماضي ماضي بسيط طب الماضي البسيط بتاع هاف هاد يبقى هيد سيد زاد هي هاد اتست جميل قوي وبعد كده عندي كلمة ناكس ويك الاسبوع المقبل قلتلكم فيه كلمات بتتحول غير ان انا بحول الفعل ذات نفسه او الزمن فيه كلمات كده بتتحول يعني كلمة ناكس مثلا اللي هي القادم بتتحول بتبقى زا فولوينج حفظوا بقى كلمة ناكس بتبقى زا فولوينج زا فولوينج برضو يعني القادم الله طب ليه ما حطى ناش ناكس هي قاعد ان انا عندي في الرفورت سبيتش لازم احاول كلمة ناكس تبقى زا فولوينج وخلي بالكوا عشان دي بتيجي في الاختيارات طب ايه الكلمات بقى اللي في الاخر كده وبيتم تحولها عندي كلمة this تحول تبقى ذات سواء بقى this year this month ماليش دعب اللي بعديها المهم انا كلمة this تبقى ذات كلمة here تبقى there هنا تبقى هناك ago تبقى before او ممكن تبقى area خلينا نسبة العاجة واحدة before tonight الليلة تبقى that night next تبقى the following last تبقى بنحط الحاجة اللي مثلا مولك last year يبقى the year before او ممكن تخلي بدل كلمة last بنخليها بنحط مكانها the previous يبقى تعاني التفقى ان احنا next تبقى the following last the previous اللي فات عندي كلمة this اللي هيبتيجي للجامعة تبقى those now ما اللي هي الان تبقى then today تبقى that day زي كلمة tonight that night tomorrow تبقى برضو the following day او the next day خلي بالكو za عشان ممكن تتحط next بس لا هي the next yesterday يعني مبارح تبقى the previous day يبقى لو عندي عندي حاجة فاتت ماضي the previous لو انا عندي حاجة قادمة the following قاعدة هي سبتة at the moment بتبقى at that moment مثال تاني علشان توضح اكدر I won't see you انا لن اراك او I won't see anyone انا بشوف اي واحد until حتى I have finished الا لما اخلص طبعا مدام في عندي quotation marks او علامات التنصيص يبقى ده مباشر وانا المطلوب مني كطالب ان انا هنا اشتغل على الغير مباشر ولاسئلة بتجيلي دايما على الغير مباشر طيب يبقى she said that جميل غير ما بصع she said هتبقى she said that قالت ان هي بدل I يبقى she يبقى she said that she ممكن تحط z وممكن تستعنى عنها بس الافضل انا بميل ان انا محط z she said that she won't on her ده فعل ناقص بيتحول يبقى ال will بتبقى would طب بس انا عندي هنا منفية تنفى برضو يبقى she wouldn't وطبعا هنا جاي وراها الفعل العادي مصدر she wouldn't see anyone until till I لأ عنتل she طيب انا عندي هنا have وتصريف تالت يبقى ده مضارع تام طب احوله يبقى ايه ماضي تام يبقى had بدل have had وتصريف تالت عرفت من ان ده زم المضارع تام ما هياش مع نهلة داي علشان جي وراه بعد جي وراه have تصريف تالت you are a good friend انت او انت صديقة جيدة يا نهلة he said هو قال يبقى he said طيب ممكن تقول بقى he told نهلة هو قال بدل عشان هنا المفروض ان في نهلة هي بدل ما اقول he said that هو قال ان لا هقول he told لان هو بيكلم واحدة هو بيكلم مدام في اسم تاني هو بيكلم شخص ده يبقى he told نهلة هو قال نهلة ذات هو قال لها you ولا she لا هو قال لها ان هي يبقى he told نهلة ذات طب هنا عندي m is are هتبقى was where she was a good friend she said هي قالت يبقى she said that هي قالت ان المفروض نحط هنا ذات ممكن تشئلها بيش مشكلة she said that she طيب انا عندي هنا worked ده ماضي بسيط هيحاول يبقى ماضي تام had worked يبقى الماضي البسيط بنحط له had ونحط هنا تصريف الثالث طبعا تصريف الثالث بتاع worked worked عندي كلمة yesterday قلنا مدام حاجة فاتت هتبقى اما the day before او the previous day اذا ما احنا قلنا كلمة yesterday بتبقى the previous اتفاقنا حاجة فاتت حاجة قادمة مثال تاني he said to me قلنا said to بتحول تبقى told يبقى he told me هو قال لي that he انه هو he طبعا عندي هنا didn't finish ماضي بسيط منفي هتبقى ماضي تام منفي hadn't finished his homework طيب انا عندي last night الليلة اللي فاتت طبعا قلنا مدام حاجة فاتت يبقى the previous night او the night before الاتنين صحة بش مشكلة بس انا بميل ان احنا مدام حاجة فاتت last بنقول the previous اسهل لنا يبقى the previous night مثال اخر the doctor said to مادام said to تحاول تبقى told جميل يبقى the doctor told the patient يبقى الدكتور قال للpatient that قال له ان هو he طبعا عندي كلمة must must take the tablets for a week حاجة بس عايز اقولها انت هنا لو بصيته على كلمة must ان هنا استخدامها ان هو جاي للضرورة يبقى هنا تبقى had to لكن في قاعدة بتقولك ان لو مست جاية للنصيحة ان انا بنصح شخص اللي انت بصيت لها كنصيحة بس ما بتتغيرش عشان كده نزلناها زي ما هي must take the tablets يعني ممكن تمشي الاثنين بس هو هنا المفروض ان الدكتور لو انت هتبص ان الدكتور ده بيتكلم كنصيحة ماشي لكن لو بيتكلم كضرورة ان الشخص ده فعلا لازم ياخد الادوية يبقى had to jack said he must be guilty يعني هو يجب ان يكون مذنب طبعا هنا مش للضرورة هنا جات للتأكيد طالما must هنا تأكيد تأكيدية يبقى تحول must have been يبقى jack said that he must have been هنا must قلنا تأكيد اما هنا must ضرورة طبعا بتبان من سياق الكلام اما تقول لك مثلا لازم تاخد ادوية او شخص مريض او ان هو لازم ياخد راحة يبقى دي جاء للضرورة اما لما اقول لك مثلا لا ده هو اكيد مش في البيت او او هو اكيد مذاكرش كويس يبقى ده بتيجي للتأكيد و must تأكيدية تبقى عبارة عن must have been نبقى مع بعض ونشوف كده بعض الاسئلة على الجزء ده هايسم said that هايسم ال ان it that day طبعا مدام عندي that day يعني ذلك طبعا النهار هنا بقى ده كده الجملة واضح ان هي محولة كمان علشان في said that يبقى هنا محولة يبقى ده كده قدامي غير مباشر جميل او طيب انا عايز اعرف دلوقتي مدام غير مباشر على طول لما اجي اختار ما اخترش مضارع ما ينفعش ما ينفعش انا احط مضارع في الغير مباشر يبقى اذا مش هينفع حط ولا is ولا هينفع حط is being يعني ولا دي ولا دي هيبقى عندي حاجتين يا اما هيسم said that it was hot ان هي كانت hot الجو ساخن that day او it had been طبعا اللي انا حطاه هنا هتبقى it was لان هيكت اصلها it is hot يبقى it was mother said that الام قالت ان we could watch television ان احنا ممكن نتفرج على after بعد ما نخلص بعد ما نخلص يبقى after finish our homework والله after finishing our homework طبعا افطر هنا مفيش وراها فاعل يبقى لازم تبقى ing after finishing after finishing في جزء بس بس بسيط في الباقي في المباشر غير مباشر عشان بس الفيديو كده طال يعني مش عايزة بقى طويل بالنسبة لكم هنزله في فيديو تاني وهنكمل حل على المباشر والغير مباشر عايزكم تكتبولي في تعليقات ياريت لو في حاجة مش فهمينها تعرفوني او لو فهمت برضو ياريت تعرفوني شكرا لكم و السلام عليكم